مرحبا مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الحواري ضيف أنفاس بريس موضوعنا اليوم ابتراحات نادي المسيرين في المغرب حول مشروع قانون المالية 2021 نستضيف معنا للنقاش بدر الدين ديهي خبير محاسب ورئيس لجنة الشؤون الضريبية والمالية بنادي المسيرين في المغرب مرحبا سيبدر الدين شكرا جزيلا سي عبدالله لاستضافة ديلكم في هذا البرنامج نعم سيبدر الدين بداية ما هي أهم مقصرحات ديهي المسيرين خول مشروع قانون المالية 2021 نحن في شهر أكتوبر الماضي رسلنا رئيس الحكومة ووزير المالية بعدة مقترحات في إطار انخراط ديهينا في المساهمة في اقتراحات قانون المالية 2021 هذه الاختراحات ديهينا تمحوره في جوج محاوية المحور الأول هو كيفية النهوض بالاقتصاد الوطني وأيضا كيشمل بعض اقتراحات في بنكية لمساعدة المقاولات والمحور الثاني هو كيخص بعض المقترحات الضريبية والاجتماعية لمساعدة المقاولات والمقاولين بخصوص الشقة الأول من المقترحات ما هي المقترحات الرئيسية في الجانب؟ المقترحات الرئيسية التي عملنا من بينها هناك تسديد من طرف الدولة للقروض بالنسبة للشركات أو المقاولات التي لديها صعوبات مادية تسديد هذه القروض البنكية لقارنتي مع السيسي جي من طرف الدولة هذا هو المقترحات الأول هناك أيضا مقترحات في بنكية أخرى من بينها هو فاش كتنزل الطلبة للقرض البنكية لا يوجد هناك وقت محدد الذي تجو فيه البنكية نقترحنا بأنه ماكسيموم تكون 11 أيام ما بين الوقت الذي نضعه فيه الطلب كامل ومكمول أو الوقت الذي تجو في البنكية يعني 10 أيام من نسبة لنا لقنا بأنه سين ديلي غزوناب حقاش بعد مرات كيكون أكثر بعد مرات حتى ثلاثات أشهر نشفنا بعد مقاولة ومقاولة واجهوا هاد وفي الخر تلت شهر من بعد وكيكون رفض يعني احنا قلنا با بلوسكو عشر أيام فمصار مقاول كيعرف رأسه واش غادي يخد ذاك القرض أو للا نعم وبخصوص نعاش القطاع العقاري اقترحوا واحد الحزمة دي الإجراءات ماذا عند هذه الإجراءات؟ تماما راكما كتعرفوا بأن قطاع العقار هو قطاع جد مهم في المغرب هو على الصعيد الاقتصادات كالعالمية وهو كيسميه الزعماسي الموطق أو الموطق دي الاقتصاد ديل أي دولة لك احنا من بين مقترحات دينا في قطاع العقار قلنا بأن كما جات به قانون المالية العلوات فينانس ركتفيكاتيف 2020 جات بنقص 50% في تشجيل تشجيل بالنسبة لكيشري دار ديالو بالنسبة للمنعيشين العقاريين نحن قلنا خلصتنا مشيوك أبعد نقترحوا بالنسبة للمحافظة العقارية حتى نقصها بخمسين في المئة بالنسبة لكيشري رميزان بخنسيبال ديالو باش نعونو هاد السكتور ديال العقار باش نهض هادي من جهة من جهة أخرى قلنا خلصتنا مثلا بالنسبة للمنعيشين العقاريين فاش كياخدوا كريديم عند البنكة تكون انجنغال تكون واحد وقت دي ربع سنين باش عندهم باش يرمبورسيو باش يرمبورسيو ذاك القرد باش نه قلنا اليوم قلنا اليوم احنا خلصتنا تكون 8 سنين قلنا خلصتنا دابا كين لكريديا الكوفيد وكينين بعض العراقين اللي كواجهوها المنعيشين العقارين او العقار بصفة عامة وقلنا خلصنا مش يربع سنين كونو في 8 سنين هذه مجحة قلنا اوسي بالنسبة للرخص على دبار السكتور ديال العقار كان بزاف دير رخص خصن ناخدوهن باش ناخدوهن اشيبني باش ندير لوتسمان هاد هادي هادي قلنا خلصنا كل شيء يكون مرقما يعني البروسيدور كلها تكون مرقمنة ويكونوا دائما مدة وزمنية محددة باش داك المنعيش او لدك المقاويل في العقار يمكن له ينزل المشروع دياله ويبدأ خدام نعم على مستوى القانون المالي السابق ديالفين وعشرين كانت واحد لاجراء ديال تخفيض بنسبة خمسين في المياه من رسوم تسجير تناسة نعم 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 واش غاي واش طلبته باش يتمدد هاد الاجراء هدف القانون المالي الفينا على الفينا عشرين تطلبنا يتمدد بنسبة التشجيل وايضا نزيده بنسبة المحافظة العقارية لحقاش ما كيش غير التشجيل كين التشجيل والمحافظة العقارية حتى المحافظة العقارية تتمشيح تاية بواحد نسبة مهمة قلنا نديروا تشجيل وايضا المحافظة العقارية تماما نقصوها بخمسين في المئة باش نشجعو الناس اللي باغين يشريوا السكن أساسي ديرهم باش نشجعوهم وهذا فاش غدين نشجعوهم بداي يشريوا معا يكونوا تخفيض في هاد هاد الرسوم اوطماتيك مو غدي المقاولين في هاد السكتور دير العقار غدي بدو يبيعو اكتر يعني هدي يحفزو باش باش لفونت ديرهم المبيعات تزاد وذلك فاش غديكو المبيعات يعني كانت السكتور دي البيت اي بي غدي يخدم وغدي يخدمو غاعة الناس اللي كيخدمو فدك السكتور العقار وغدي الاقتصاد نورمال ما غدي غدي تزاد نعم وكتوقعو غدي انتعش للسوق العقاري فهد يعني فهد السنة المقبلية المقبلة يعني بدل الإجراءات هذي يعني غدي غدي نعونو هادوك اللي كوناقل بخيمو اكسيدون يالله غدي يشري الدار ديالو منزل أو السكن رئيسي ديالو غدي غدي تشجع باش يشريه لحقاش غدي يكونوا الرسوم هابطة نعم نعم وبخصوص الإجراءات المواكبة للخلق المقاولات وما كتلاحظوش بانه كين واحد البطء في يعني لإجراءات ديال خلق المقاولات والمدة يعني الزمنية باش المقاولة لإنشاء الشركة ديالوكشين واش كتلاحظوش بانه كين شي يبط واش نعم واش نعم الإجراءات اللي اللي طالبسوا بيها بخصوص المصروع المالي الفين وحد وشين تماما رك عرف بان هاد لكخيز ديالكوفيد حتى شو واحد مكان منتوقعها يعني في العالم كامل يعني كو سوى المغرب ولا الدول المتقدمة أو الدول في أطر نمو ديكو شنو وقع بان هناك بعض السير في الإدارات وذلك شي شوية تعرقل كما جميع بولدان احنا شنو كن نطالبو تنطالبو بان تكون بنسبة لكخيز ديالكوفيد تكون مئة في المئة في مرقمانة يعني ميكونش شي واحد غادي مشي عند الإدارة هادية ولا الإدارة الاخرى باش يطلب هاد لدوكومنت ولا غادي طلب هاد لاتستاتيون يكون كل شي مئة في أم مئة مرقمان كما تدار في بعض الدول مثلا إستونية اللي كتتقدون صوبوا نشأوا فيها مقاولة في خمسة دقايق في دول إفريقية قريبا مثلا رواندا عندهم يعني وقت زمني محدد جدا ربما في يوم أو يومين كتكون المقاولة ديالك نشأة يعني احنا كنشوف بان مثلا مديريات ضرائب في المغرب دارت مجهود جبار في الرقمانة في السنوات الأخرة وكيبالي بان يمكن المغرب على غرار شنو داروا بعض الإدارات نوطم وإدارات ضرائب في الرقمانة يقد يدير مجهود هتوا باش جميع الإدارات اللي كتشارك في نشأة مقاولة دير هذا الرقمانة باش تسرع باش مثلا ان شاء الله نكونوا متفائلين بأن غدا في المغرب 2021 تكون المقاولة كتنشأ في 24 أو 48 ساعة إن شاء الله نعم سيبدر الدين دعانا دي المسيرين بالمغرب إلى يعني مواكبة تطور المقاولات الناشئة وضع خارطة طريق في هذه السنة من المقاولات كيفاش كتشوفوا في هذه الجانب هذا تماما دبا كما كتعرف بأن الرقمانة كان هضروح على الرقمانة بالنسبة للإدارة وكان هضروح تعالج الرقمانة بالنسبة لجميع الحياة دينا ومنها يعني شنو اقترحنا؟ قلنا بغينا المغرب إن شاء الله المبنك المغربية تسنسكريف واحد الافيزيون واحد نظرة مشومولية ديالستاختب نيشن على غرار بعض الدول مثلا ماليزيا الوليات المتحدة الأمريكية باش نكونوا مثلا نكونوا عندنا محل كما كان في أمريكان لسيليكون فالي بحتحنا يكون عندنا لسيليكون فالي دينا في المغرب بوضع بعد جميع واحد مجموعة من من تدابير منها هو هو خلق المجال القانوني ديال هاد لستارتوب نطاما تكنولوجيات البلوكتشين وكريبتوموني استثمار في في الانفرستركتور سادير المنية تحتية باش بيبقاش عندنا المقاون ديما نشريه لسيرفور من بره يكون عندنا داتا سنتيق عندنا في المغرب وبخصوص عودة ضريبة المساهمة الجيماعية في هذا المشروع ديالقانون المالية كما شارلو جلالة ملك ناصر الله في خطاب العرش غاديكن التغطية الاجتماعية لجميع المغربة في الظروف ضروف صعبة يعني في ديال كورونا احنا المغرب قرر باش يدير التغطية الاجتماعية لجميع المغربة وكما كنت تعرفوا هاد التغطيج دي معايا خصها تمويل وتمويل ديالها جا انا باختيب بهاد الدريبة التضامن انا تجيني زع ما ما عندي مشكل مع الدريبة يعني ما كانتش بانا غادت تبدل المحوار قاعد ديال الدريبة في المغرب غادت تشمل بعض مقاولات وبعض الاشخاص الفرديين وبعض الاجتماعية لجميع المحوار قد تجينيش حاجة مزيانة كلمة اخيرة سيبا در الدين المغربة ما عندوش بزاف ديال المدخولات يعني ما فايا باس في هاد الظروف ديال كورونا بانا قاعد المغربة يتضامنوا بعدهم وتمشيوا في هاد طريق ومنسوش واحد القادية بانا دباس سيبا ديالها اليوم عرف مشروع يعني قد تبدل هاد المشروع القانون المالية 2021 هو لازالة كما يسمى مشروع يعني يقد يتبدل في مجلس النواب او يقد تبدل في مجلس المستشارين يعني غاد يكونوا بزاف ديال تدخلات وبزاف ديال تبديلات احتل السبغة الاخيرة دياله اللي قد تبدل في الخردية اللي عام يعني ربما يقدوا يوقعوا بعد تغييرات نعم نعم سيبا در الدين شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات وشكرا متابعين الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم موعد مقبلا ان شاء الله على ضيف انفاس بريس